الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي الخاتم الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب ما لمع صراب وهمع صحاب وكرئ كتاب سيدي يا رسول الله أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا عليك سلام الله في كل خفقة فقدمات الأسماء إلا محمدا أهلا وسهلا بحضرك ويتجدد اللقاء في هذه السلسلة المباركة سلسلة الأئمة الأعلام الأئمة الأربعة وحديثنا في هذا اللقاء الثاني حول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه ويعني تحدثنا عن أسرته وعصره في اللقاء الأول وندلف بالحديث عن شيوخه وعن حلقة العلم التي كانت في المسجد النبوي الشريف أما عن شيوخ الإمام مالك فشيوخه كسر وكان طلب للعلم بفضل أمه كانت سيدة صالحة تقية وكانت تشجع على طلب العلم منذ نعومة أسفار وكان الإمام مالك دائما ما يردد يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وكان يقول أدركت سبعين من من يقول قال فلان قال رسول الله يعني يدوب فلان يروي عن أحد الصحابة ثم مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء السبعين كلهم مؤتمنون لو اؤتمن أحدهم على بيت مال لكان به أمينة من أشهر الشيوخ اللي علمه الإمام مالك الإمام العلم الكبير عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وده توفى سنة 117 من الهجرة ولزمه الإمام مالك لمدة سبع سنين وتعلم منه يعني أتسبت في الأخبار وتعلم منه الكدوة الحسنة وكان مثالا للإمام الورع الزكي وكان الإمام مالك يقول تعلمت من ابن هرمز قول لا أدري وهذا يجب أن يورس في العلماء قول لا أدري من قال يعني لا أدري فقد أفتى فيعني سبحان الله هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون هذا الدين يباداء الشيخ الأول من مشايخه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثم أخذ العلم على يد نافع مولى عبد الله بن عمر المتوفي سنة 119 من الهجرة وكان الإمام نافع من علماء الحديث السقاط حتى في صحيح البخاردة من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر يسمى هذا الإسناد باسم السلسلة الزهبية سبيكة من الزهب يعني لا يستطيع أحد أن يرد هذا الإسناد وكان الإمام مالك يقول كنت إذا سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غير فكان عالما ثقة ولكن سبحان الله العلم له مشاق فكان الإمام نافع فيه حدة كان الإمام نافع فيه حدة فصبر الإمام مالك على طلب الحديث فكان يذهب إليه في شدة الحر وينتظر على باب بيته ثم يأخذه إلى المسجد فإذا ذهب إلى المسجد وهدأت حدته سأله عن المسائل فيخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر على هذا الأمر حتى ينتفع بعلم نافع مولى ابن عمر ومن المشاخ الكبار أيضا العلم الكبير ابن شهاب الزهري محمد ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 123 من الهجرة وده من الإمام العلام الكبار وهو عالم الحجاز وعالم بلاد الشام عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول لم يبقى أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب الزهري فأخذ العلم عنه رضي الله عنه وكان يعني بيتحين الفرص ليخلو بأستاذه وشيخه محمد ابن شهاب الزهري يعني من هذه المواقف ما كان من الإمام مالك في يوم عيد الناس كلهم صرفت والإمام مالك الفطن قال لك هذا وقت أختلي فيه بشيخ محمد ابن شهاب فذهب إلى بيته فيعني طرق الباب فخرجت الجارية فقال لها أنظري من بالباب فقالت مولاك الأشكر سيدنا مالك ابن أنس كان عنده بيض بحمرك إذا كان وشه أشكر فقالت مولاك الأشكر فقال أدخليه فدخل سيدنا مالك ابن أنس على شيخ محمد ابن شهاب الزهري فسأله هل أكلت شيئا فقال لا قال ألا تريد أن تأكل قال لا حاجة لي بهذا قال له فماذا تريد قال أن تحدثني فقال فأخرجت ألواحي وحدثني بأربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما قلت له زدني قال حزبك إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ يعني سبحان الله استغرب كيف يستطيع أن يحفظ أربعين حديثا وكتابة لمرة واحدة فقال قد رويتها قال فجذب الألواح من يدي ثم قال حدث قال فحدثت بالأربعين حديثا سبحان الله ربعين حديث كلهم سبتوا في عقله وزهنه وهذا الزهن الصافي سبحان الله بإخلاص الله عز وجل فما كان من ابن شهاب إلا أن قال له قول تكتب بماء الزهب قال له كن فأنت من أوعية العلم قال له كن فأنت من أوعية العلم وهذه شهادة ومنقبة عظيمة في حق الإمام مالك من علم كبير هو محمد ابن شهاب الزهري وصدقت هذه الفطنة وهذه الفراسة في حق سيدنا مالك ابن أنس رحمه الله عز وجل فكان رحمه الله عز وجل بيتحمل المتاعب والمشاق من أجل الحفظ والفهم والاستيعاب حتى صار إمام الدنيا في سن النطج كانت حلقته أوسح حلقة في المسجد النبوي وسبحان الله كان يجلس إليه مشايخه كان يجلس إليه يحيى الأنصاري ويجلس إليه محمد ابن شهاب الزهري نفسه يستمع إلى حديثه وظل حديثه وحلقته في المسجد النبوي إلى نهاية حياته أصابه الله عز وجل بمرض فنقل هذا الدرس إلى بيته قبل وفاته بمدة قليلة وسبحان الله الإمام مالك كان علما وكان يختلف إليه الناس من كل حد وصوب وينقلون هذه الأراء إلى بلادهم فكتب الله عز وجل لفقهه وكتب الله عز وجل لمذهبه القبول في الأرض فرحم الله الإمام العلم ثاني الأئمة الأربعة مالك بن أنس رضي الله عنه أسكنه فسيح جناته يعني نكتفي بهذا القدر ونكمل فيه اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء أقول كولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته